أريد أذكر سريعاً القيادة العراقية انتهجت كل السبل وكل الخطط وكل المشاورات في سبيل بالتملص من هذه الحرب لكن الحرب قادمة قادمة وهذا ما حدث فعلاً قالها جورج دابليو بوش نعم يوم 2008 2004 2004 نعم بمناسبة دخول العراق إلى الكويت قال لو قدم لنا صدام العراق على طبق المذهب كنا ندخل وندخل وحتى عند احتلال عملية أفغانستان كان كل التوجيه والترتيب ومرتقص الخطط هو احتلال العراق اذا احتلال العراق كان مخطط له من سنين عظيمة وسنين بعيدة لموقع استراتيجي لتأثير على إسرائيل ويهمهم همواء من إسرائيل كثيرين إضافة إلى العراق قلب الشرق الأوسط من ناحية الثروات النفطية والغازية إلى آخرها احتلال العراق كان يجب أن يكون مهما كانت الأسباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر